لو يعلم الذين تغنوا بالريم وجماله قد يبكون على حال هذا الغزال الذي يتجول على رقعة من الجفاف تموت الحياة البرية العراقية شيئا فشيئا دون أن يسكب كوب ماء واحد من بريق الأمل بعد أن أثيرت عاصفة التقارير الدولية التحذيرية في الآونة الأخيرة محيرة حمرين يأكلها الجفاف أيضا والتغير المناخي الذي يضرب العالم يزيد الأوجاع على العراق بملف المياه وأزماتها والتصحر والعواصف الترابية التي أصبحتها الأخرى عاملا قاتلا يهدد الزراع والحياة المائية في البنات في تقرير جديد للأمم المتحدة حذرت من خطر الهجرة بين المحافظات العراقية بفعل التغيرات المناخية واتفقوا من مشاكل الجفاف فيما أشرت إلى أن نصف سكان الجنوب بين من هجروا الصراع أو من يفكرون بهجرتها التقرير الذي حمل عنوان الهجرة والبيئة والتغير في مناخ العراق ذكر أن ميسان وذقار والبصرة تنتجه إلى تسجيل أكبر عدد من النزوح الداخلي الناجم عن ندرة المياه على مدار العقد الماضي بالإضافة إلى التلوث وملوحة التربة في بعض القرى إذ سجلت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 12 ألف شخص من جنوب البلاد بسبب الجفاف ضحايا الجفاف كثيرة هنا أيضا شاهدوا على ما يحدث في بحير الدكان ربما يعكس المشهد حالة تراشيديا بما يحاول به هذا الفلاح الكردي من حفر قنوات الري لتزويد المياه من بئر وتشغيل مدخة لسحب المياه من البئر بحيرات وأراض عتشة فمن يستجيب لنداءات الأمم المتحدة أم ستاتي الحلول بعد أن يكون الوقت الضائع قد انتهى